سؤال دايما بنسأله دايما بنسأله عن اي شخصية بترحل عننا هل احنا بنفتكر وبنقدر الشخصيات بعدها بتغادر عالمنا هل فعلا لما بيبقى فيه شخصية متميزة في اي مجال في مصر لما بنفتكر همش قوي او ما بنحسش بقى اهميتهم غير بعد ما بيسيبونا ويرحلوا السؤال ده يمكن بقدر الى زهني وانا بحضر الفقرة دي فقرة عن خبير التنمية المشارية وده مش التايتل الوحيد لدكتور ابراهيم الفقي هو كمان ايضا كان خبير في عامل متافيزيكية ويعني فيه كتير قوي ممكن يتقال على هذا الرجل المتميز جدا الرجل ده نفع ناس كتيرة جدا وعلم ناس كتيرة جدا ويمكن واعتقد انه ما خدش حقه او تكريمه الكافي في حياته ورحيله المفاجئ هو اللي لفت نظر ناس كتيرة ما كانوش يعرفه حاجات كتيرة عن دكتور ابراهيم الفقي احنا عرف اكتر عن هذه الشخصية المتميزة من خلال دفتنا النهاردة وهي دكتور عطيات الصادق خبيرة التنمية البشرية ومساعدة تدليل للخبير العالمي دكتور ابراهيم الفقي فيه تايتل تاني ولا كده تمام؟ لا انا اكتفي بس الكفاية علي الدكتور ابراهيم الفقي وفيه كتير طبعا بس انا بفضل انه اكتفي لان احنا بنتكلم عن الباقي بنا وفينا الدكتور ابراهيم الفقي فبفضل ان احنا نقول اللقب ده اولا صباح الخير صباح النور يسعد صباح احنا بذكرى الاربعين هو لست بس ما كملناش الاربعين لست ما كملنا خلال ايام اولا انا عايز اعرف اعرف استاذ مشاهدين مين هو دكتور ابراهيم الفقي للي ما يعرفش بمتالة بساطة انسان بمعنى الكلمة الناس اللي اقربت منه اوي عرفت قد ايه هو كان انسان زومي ذات واخلاقيات عالية جدا كل لما بتقرب منه بتكتشف فيه حاجة جديدة اوي وكنت دايما بقوله يعني انا فيه كلمة دايما كنت بقولهاله ويسقف لي في المحاضرات يقول انا لما موت محدش هيفتكرني بس تنحت شهر قوي لما موت اكتر فقوله من علمه وابقى لن يموت يبقى حيا في المقاقي وهو ده اللي احنا بنشوفه دلوقتي انه كتير من ولاد الدكتور ابراهيم وهو ما شاء الله في الوطن العربي كله كلهم بيحيوا ذكره وكل حد بيعمل بالشكل اللي هو يمد الدكتور ابراهيم بالرحمات هو تخصص واشتهر يمكن زينا بيقوله بعلم التنمية البشرية نعم يعني ايه التنمية البشرية؟ هي التنمية البشرية عشان بعيدة جدا عن ناس كتير قوي هي من ايام سيدنا رسول الله وبعدها الامام الشفعي ان دي كانت موجودة فعلا وموجودة برضو في الدين المسيحي في جزء كبير منها موجود لكن الدكتور ابراهيم احيى العلوم دي وكمان هو خبير في البي اتش ايه اللي هي علوم الطاقة البشرية او الباور هيومان انيرجي كان متخصص جدا في ده بشكل متفرد في العالم كله يعني ايه بقى التنمية البشرية؟ منتهى البساطة انه انا اخذ بايدك ووديك على اول طريق وحطك على التراك وقولك هو دوت مكانك الحقيقي كل واحد فينا جواك كرة مجهولة ما بيقدرش يوصل لها كان الدكتور ابراهيم زي الرسام اللي بيرسم لك اللوحة اللي انت بتحلم بيها زي المفسر للحلم اللي انت بتحلمه يخليه قدامك واقع يخليه قدامك حقيقة وبيجسده لك على ارض الواقع بياخد بايدك وبيخرج من جواك طاقات كامنة جدا وكل حد يعني انا لما التقيت به اول مرة التقيت به في 94 في صلالة كان عامل للبرنامج الطاقة واحد واثنين كان عامله هناك فانا كنت راحة انا وصديقتي شيخة كويتية فقالت لي انا بس رايحاله علشان هو عمل حاجة غريبة جدا وانا عايزة اعرف عمل دي ازاي كان بيعالج حالة هناك الحالة كانت عندها شلل فؤطرة طويلة جدا فعمل لها جلسات بالطاقة فالستة قامت فجأة وما كانوش قادرين يوصلوا وصفروها لكل البلاد فسبحان الله انه حتى مدام امال كانت بتحكي الموقف بتقول انا كنت معاه انا بكيت من هول الموقف انه قد ايه يعني هو عظيم في علومه يمكن فيه مؤلفات كتيرة جدا حول العالم على فكرة ازاي تقدر تنمي نفسك وازاي تقدر تعرف مواهبك زي ده السيكرت وسبع عادات للشخصيات اللي اخطر نجاحا بس تفتكري هو يعني غير الكارزمة بتاعته او غير طريق التوصيل للمعلومة ايه تاني اللي خلاه هو يتميز وخصونا في العالم العربي هل عشان هو الوحيد اللي كان بيعمل كده لا عشانه هو بيعني هو عنده معنى العطاء يعني متجسد جدا في الدكتور ابراهيم للناس اللي ما قابلتهش فعلا ولو جينا يعني لو جينا في اسم الدكتور ابراهيم واسمناه لشطرين اول شطر ابراهيم اوله بر واخره اهيم يعني حد طول عمره بيدي الناس بيحب يساعد الناس وفي معلومة قوية جدا ان كل الناس اللي بتقابل الدكتور ابراهيم بيديها السعادة وبيديها الامل وبيديها الفرح مع العلم ان الدكتور ابراهيم لما كنت اتقرب منه قوي تلاقيه هو باحث عن السعادة وباحث عن الامل هو كان دايما بيدي الحاجات اللي هي جواه مش لقيها بيديها لكل الاخرين هو من مؤلفاته اللي نجحت جدا يمكن كمان تحديدا في مصر وفي العالم العربي المفاتيح العشرة للنجاح وقوة التحكم في الذات واسرار وفن اتخاذ القرار واعماله ترجمة للكردية والفرنسية والانجليزية ويعني معظم لغات العالم هل نال ابراهيم الفئي تكريم الكافي اللي استحقه في حياته مبدئيا على اقل من بلده؟ لا والله لسه بس أنا يعني عايزة أقولها حصريا عندك في البرنامج أنه هو علمنا الدكتور ابراهيم أن ننسي بالفضل لأهله أنه أول حد جاب الدكتور ابراهيم للوطن العربي والمصر الأستاذ أحمد الفئي الصاحب فرسان النجاح وإحنا بجد بنشكره جدا لأنه زي ما قالوا عليه في الجامعة الأمريكية أنه كهدتنا مفتاح الكنز لأنه هو اللي جاب الدكتور ابراهيم وهو عامل مشروع في شهر 8 إن شاء الله لسه ما نفعش أن يعلن عليه دلوقتي لكن المشروع إحياء علم وعالم وحيكون فيه تكريم كبير جدا للدكتور ابراهيم على مستوى البلاد العربية كلها مش على مستوى مصر إن شاء الله حيكون فيه إصدار لي كتاب كنت بكتبه دكتور ابراهيم كان موجود وأنا سميت الكتاب العالم الجليل ونهاية الليل الطويل لأنه قصصه بقى مع الشيوخ ومع أمرة ومع أمرة الناس ومع الشباب الجميل المثقف المناور اللي زيك إن الدكتور ابراهيم خد بإيده لطريق آخر ممكن تلاقي مثلا واحد خريق صيدلة وبشتغل مع الدكتور ابراهيم في المكتب واحد خريق طب بشري مجالات مختلفة فهو حطوهم على مكان آخر لأنه فعلا لما بتدور جوا نفسك بتلاقي مستك بس تدور صح فكان الدكتور ابراهيم كان أكتر واحد بيغوص جوا النفس البشرية وحط إيدك على الحلقة المفؤودة جواك علشان تعرف تنطلق مني غير كل الكلام دوت في رأي حياتك إيه هي أهم منجزات الدكتور ابراهيم الفقي اللي يعني يعرف بيها سواء عالميا أو سواء عربيا هو بس أنا عايزة أقول حاجة أنا عايزة أوجه من هنا حاجة مهمة أوي للإعلام إنه ليه إحنا ما عندناش متحف زي اللي اتعامل للراحل أنور استادات للدكتور ابراهيم الفقي القلم اللي الدكتور ابراهيم الفقي كان بيستخدمه الأبحاث اللي كان بيجيبها من ناسة الأبحاث اللي كان بيكتبها بخط إيده الأشياء طب ما ده ممكن موجود يعني مش لازم يبقى في شكل يعني متحف بس ممكن يكون أونلاين يعني مثلا ممكن يكون في واب سايت فيها كل المصادر دي ممكن ما فيه كتاب مثلا نزال ما تحليك على تعملي كتاب أو كده يعني فيه أشكال عدة أن احنا ممكن نوصل بها دا دروازي إنه نحن نديله تقريم أكتر يوم للدكتور ابراهيم ما فيش يوم للتنمية البشرية هو ده بقى السؤال بقى ده عايزين نتكلم أكتر بقى على القصدات شخص دكتور ابراهيم مهم ولكن الأهم فعلا هو العلم اللي هو كان طبعا علم التنمية البشرية إيه أهميته النهاردة خصوصا إنه دلوقتي عندنا مشكلة إنه إحنا بعد الثورة عندنا إحباط كتير جدا وعندنا مشاكل كتيرة جدا وناس كتيرة فقدت وظيفها وغيرها إزاي نقدر نخلي علم التنمية البشرية دوت ينفع ينفعنا فعليا بقى زي ما بنعمل عيد الفلاح وبنعمل عيد الثورة وبنعمل ما نعمل يوم للتنمية البشرية يوم للتنمية الزاتية ويكون اليوم ده يحمل اسم الدكتور ابراهيم الفقي وإنه كل ولاد الدكتور ابراهيم من شتى أنحاء الكون يتجمعوا كلهم ويدوا محاضرات مجانية زي ما أنا عملت عندي في مؤسسة الحياة أنا عملت طول شهر مارس منحة مجانية من كل المدربين اللي اتدربوا على قدين الدكتور ابراهيم إدوا كل الشباب تدريب مجانا ده صدقة علم على روح الدكتور ابراهيم وأول ثلاث أيام من كل شهر موجودة صدقة العلم مدى حياتي لغاية لما موت فلازم نعمل حاجة نمدي بيها الشباب لأنه الشباب محتاج ده أنا نهاردة لو أنا جيت محاضرة من دول إيه أهم النقاط كده بمطار بساطة وسريع يعني إيه أهم النقاط اللي حياتك ممكن تقولها دي تخييني أطلع محاضرة دي أحس أن أنا إيه ده والله ممكن أبص للحياة بطريقة مختلفة في حاجة مهمة قوي حضرتك اتكلمت عن الثورة وأنا بقول حاجة كويسة قوي إنه إحنا ولدنا ماشاء الله هايلين ورائعين وأخدنا قرار رائع جدا بس إحنا عملنا زي اللي داس على الزرار وطلع الأمر إزاي ينزل دي شغلتنا إحنا وكانت شغلة الدكتور إبراهيم والناس اللي بتاخد بإيدي الشباب إزاي أنا أخد كل الطاقات السلبية اللي عند الشباب من الإحباطات اللي حواليها إنه ما فيش حاجة اسمها ما فيش فايدة إنتوا قدرتوا تغيروا المستحيل زي ما بيقولوا قدرتوا تعملوا نهار من الليل الشمس أشراكت خلاص فما تخافوش كملوا وفي معلومة مهمة قوي بقولها لولادي كلهم بتوعل ثورة مصر عمرها كم سنة تخافوش على مصر مصر بقية في ناس كتير جدا عملت أشياء زي اللي بتحصل دي وأكتر من كده ومصر ما نقصتش حتة بل زادت بشبابها المتميز الجميل الرائع فما تخافوش مصر بخير كل واحد يشوف طريقه فين ودور على طريقك خد كرصاتك وصقف نفسك وإقرى كويس وشوف أنت بكرة عندك إيه لأن العالم بيسبقنا وإحنا وقفين مكاننا إحنا أخذنا قرار قوي فابدأ من حيث انتهى الآخرين وده شعاري دايما اللي أنا بقوله لولادي الشباب إحنا خلاص عملنا الثورة وإحنا موجودين خد طريقك ياخد طريقه إزاي محتاج أنه لازم يكون في مجلس حكماء موجود مجلس الحكماء دول أنا بقول الناس المتخصصة في التنمية الزاتية والبشرية وياريت يكون عندنا وزارة في مصر موجودة للتنمية الزاتية والبشرية ضمن التخصصات الموجودة في الوزارات اللي في مصر دي وزارة مهمة جدا لو كانت موجودة هتاخد بقدين شبابنا كويس قوي أنه إزاي هو يقدر يرسم بكرة بشكل جيد جدا ويعرف هو وهذه فكرة وأعتقد أنه مشكلة ناس كتيرة قوي أنه هو مش عارفين ما بيبقاش هو عارف هو يقدر يعمل إيه أو هو كويس في إيه فتلاقيه بيضيع وقت في حاجات هو ممكن يكون ما بيقدرش يدير ذاته ولا وقت فيحس بالإحباط يعني هو يبقى بيضيع وقته في حاجة زي كده فيحس بالإحباط على رأي الدكتور إبراهيم يجلنا بقى يعني يجلنا وإحنا نقوله إزاي فده مهمة قوي أنه كل واحد فعلا يعني أنا دايما في محاضراتي بطلع أقول لولادي أول سؤال بسأله مين يشترى كتاب أسبوع ده حتش بيرفع إيديه مين يشترى الشهر اللي فات اتنين تلاتة بيرفعوا قديهم طب بين يشترى من أول السنة كله بيرفع إيديه بس تبقى كتب الجامعة وكتب المدرسة ما بتكونش كتابي اشتريته ما خصصتش وقت الكتاب خير صديق إنه هو يبقى جنبك ويعلمك فيه العلوم موجودة في كل مكان الكورسز إحنا عاملينها بأسعار مخفضة جدا علشان خاطر يعني زي ما أنا قلت من أول الثورة إحنا عاملين حملة أنا والأستوز أحمد الألفي إنه حملة تنمية خمسة مليون شاب هناخد جنيه واحد من كل طالب في الجامعة أو في المدرسة وحندي له أربع كورسات مهمين جدا في حياته إنه ده حبا مننا لمصر وده ضمن مشروع إحياء عالم تحت لواء الدكتور إبراهيم الفقي رحمة الله عليك هايل بس إحنا كل ده نتكلم برضو على القاهرة ولا أنتم فيه مثلا لا طبعا العالم العربي بس العالم العربي حتى في مصر أكيد محافظات المختلفة عندنا الشباب يتفرجوا بذلط بكل حتة في مصر طبعا مقدروش يوصلوا للقاهرة إزاي بنا بدنا أن نوصل لهم هل في وسائل حاجات أونلاين هل في لا هو فيه إنه إحنا بنروح يعني فيه إنه الشباب مثلا فيه ناس بتبعت مثلا تقول إن إحنا محتاجين كذا ومحتاجين دوت فري بس إحنا ما عندناش طيب جاهز المكان وإحنا نجيلك سواء في الصعيد سواء فإحنا رايحين إنا الإسبوع الجاي اللي بعده برضو كصدقة علم على روح الدكتور إبراهيم الفقي فأي مكان حد يوم 29 راح جمعت حلوان كصدقة علم على الدكتور إبراهيم الفقي فهي قصة إنه إحنا بس بعتولنا سهل جدا تخشوا على الفيسبوك تعملوا علينا سرش هتلاقوا مجموعة كبيرة جدا مش عطيات الصادق بس بالعكس يعني عايز أقول شجرة الدكتور إبراهيم ممتدة إلى مالة نهاية هو درب 700 ألف شخص تقريبا وكلهم أكفاء وكلهم فيهم حتة كبيرة قوي من روح الدكتور إبراهيم فأي حد محتاج فعلا إنه هو إحنا نمده بالعلم أو إحنا موجودين وصفحاتنا معروفة على الفيسبوك وسهلة جدا إنه الناس وممكن ينسبها لكم في الكنترول إن الناس تتواصل معنا ما فيش أدنى مشكلة وإحنا فعلا حضرتك مال على تويتر أكاونت حضرتك على فيسبوك وغيرها بس أنا عايز أعرف بقد هو في حياته تفتكلي ليه كان فيه كلام كتير وجدح كتير حواليه وكان فيه تشكيك يمكن حد بيقول لك يا عم ده أي كلام حد كان بيقول يعني شكله كده يعني طب أنا هقول لحضرتك حاجة وده أدى بي أنا كنت لسا بتفرج على فيديو إنه هو نفسه كان أحبط جدا وقال إنه إحنا في مجتمع بيكرم الفنانات وبيكرم وبيشكك في العلم نعم رأيك إيه ده؟ هو بس أنا عايز أقول حاجة إنه الدكتور إبراهيم هما في كلمتين مش موجودين في حياته تصحيحا لكلمة أحبط هو ما عندوش حتى بالقموس بتاعه بمكتبه بيقطع كلمة مستحيل لا عنده مستحيل ولا عنده إحباط بس هو زي أي إنسان هو الدكتور إبراهيم إنسان لحصت ضعف بيتأثر طبيعا إنه كل اللي حواليه بيجحده اللي حاصل ده لأنه ده كان إيه كان تشكيك مثلا في تمييزه ولا عدم فهم لفكرة علم الطاقة أنا كنت في الجامعة بدي محاضرة مكانه فلقيت عميد الجامعة بيقول لي أنا عايزة أقولك حاجة أنا كان نفسي قوي قبله وحزنت جدا بعد ما مات ولما مات إدانا علمنا بعد ما مات حاجة قوية جدا إيه الناس دي كلها اللي كانت وراه وإيه الناس دي كلها اللي كانت بتصلي وراه وإيه الناس دي كلها فأنا أيقنت إن فعلا الرجل ده أثر في ناس كتير قوي بس إحنا أدرقنا بعد مكان موجود قلت له كويس ان احنا ادرقنا دلوقتي علشان ناخد بالنا من اللي جاي ان شاء الله انه فعلا هو الدكتور ابراهيم مشكلته بس الوحيدة ان هو كان الاوحد في العالم العربي ما كانش كتير علشان كده هو ضرب عدد كبير اوي في كل انحاء الوطن العربي والغربي فهو عمل لنفسه او صنع لنفسه اناديل نور وصنع لنفسه حياة صنع من الموت حياة بدليل ان احنا هو عاديم بنتكلم عليه دلوقتي في كل مكان بنتكلم عليه ما فيش يعني هو الغائب الحاضر او الباقي بنا وفينا يعني دايما موجود فرحمة الله عليه فيه حاجة مهمة اوي عايزة اقولها انه يعني وما من كاتب الا سيبقى ويبكي الظهر وما كتبت يداه هو كتب طرق وراء ابن صالح وسبع علم ينتفع به وصدق احنا بنعملها مدى حياتنا عليه فان شاء الله هو باقي لكن موضوع الاحباط او موضوع انه كان بيتهاجم في الفترة دي احنا كان عندنا ازمة في القيمة في الفترة دي ازمة قيم يعني انا عاملة صفحة على الفيسبوك اسمها ازمة صورة التحرير واحياء القيم هي صورة ذاتك الحرية قيد من الشرط فكنا بنشكك في كل حاجة في الفترة دي لانه كان فيه ناس مندسة على صورتنا المقدسة الجميلة انه كل الناس بتحاول تجهد الصورة دي باي شك ضمن الناس اللي كانوا بيتزج بيهم اه طبعا لكن برضو هقول لولادي برضو هقولك ما تخافوش اصلي يومين دول ما تخافوش ما تخافوش والله نسبت التفاقل مدعادي بها لا لا ما تخافوش ما تخافوش مصر قوية وعفية بيكم مصر محدش هيقدر عليها مصر قوية ولادة ودايما كل يوم هتلاقي فيها جديد يعني دور كده ما بيعديش علينا فترة لما نلاقي عالم كبير ما بيعديش علينا فترة غير لما نلاقي اختراع ومصري قصين مية في المية فمصري ولادة ما تخافوش ايه يا دروادي اهم اللي حاجة بتكليمة على ان فيه ممكن تكون فيه كورسات تتقدم في المحافظات نعم ايه هي اهم الكورسز او يعني هندي هندي ام بي ايه لانه كل طالب اتخرج من الجامعة بيحتاجها جدا في السيفي بتاعته هنديها هي المعصد بالضبط بالضبط حنديها كصدقة على الدكتور ابراهيم هنديها من Ah المعهد الامريكي للدراسات الاحترافية من AIPS يعني هي ممكن تبقى يعني لو بحنا اخدناها في مصر تبقى بنفس المستوى الشهادة اللي بخذها من امريكا هي شهادة امريكية كمين يعني المدى معتمدة من المعهد الامريكي للدراسات الاحترافية والشهادة امريكي وشهادة يعني طب هتاخد الكونتاكت وحتملة الـ CV بتاعك لأنه هنعملها في أكتر من مكان طبعا أكيد أنت عارف والمشاهدين عارفين قد إيه بتتكلف دي بس أنا حاب أمد علم الجليل قد ما هو الداني يعني زي ما أنا كنت دايما بقوله أنه كل جنيه أنا بكسبه أنت شريك معايا فيه لأنه أنت خدت بإيدي على أول الطريق وقلت لي هو ده طريقك المزبوط فإن شاء الله نقدر ندي لكل شباب مصر دوت هندي HR بشكل متميز هندي الموارد بشرية طبعا هندي فن الاتصال والتواصل مع الشباب لأنه فيه كتير من شبابنا بيبقى ما عندوش حتة إن هو يتواصل هندي تدريب مهمة أودي يعني هو يبقى في مقدرته إن هو يعمل حاجات بس هو مش عارف يوصل قدراته ويتعامل مع الناس بالضبط ومش قادر يتكلم بطريقة معينة لأنه زي ما بتاخدوا تدريب أنتم في التلفزيون إمتى بتكلم وإمتى باخد نفسي وإمتى ده إحنا ده ضمن التدريبات اللي إحنا بنديها في شغلنا بالضبط فإن شاء الله يعني الحلم جاي وتاني حاشكر فارس فرسان النجاح أستاذ أحمد الألفي وحقول له شكرا أن أنت هدتنا الحلم وإنت كنت مفتاح الكنز فإحنا بنشكرك لأنك جبت لنا الدكتور إبراهيم الفقي لمصر أخيرا هو ليه كوتس أو كلمات مقصورة كان أثرت في الناس كتير الحقيقة طبعا عايز أختم بكلمة مقصورة أنت شخصية حضرتك بتحبيها وفرقت هو أعيش بالحب عيش بالأمل وأضر قيمة الحياة يعني ربنا سبحانه وتعالى إدى لك الحب جواك تتعامل مع كل حاجة بتتعامل معها بحب وشوف قد إيه لكون كله حيديك حب عيش بالأمل خلي عندك أمل في الله سبحانه وتعالى خلي أمل في بكرة خلي أمل في ذاتك أنك أنت قادر على تحدي وقدر أنك تعبر المستحيل وما تخافش منه وأضر قيمة الحياة لأنك دلوقتي موجود ممكن بكرة مش موجود حقول على عجالة كده مرة واحدة طلعت على الاستجل الدكتور إبراهيم قالت له أنا عندي اكتئاب بقالي عشر سنين قال لها برافو فالقاعة كلها قاعدت مستغربة يعني بتقول عندها اكتئاب وتقول لها برافو قال لها قدرت تستحمليها عشر سنين انت قوية قوي انت جامدة خالص برافو لما انت قدرت تستحملي الاكتئاب واليأس عشر سنين وعيشة انت جامدة قوي دوري جواكي مسكي وراء وقلم اكتبي حلمك وخلي عندك امل وانت لسه على قدر حياة ولا موت قالت له عايشة قال لها نافذي الواحدة دي كتان دكتور عبدالصاد الصادق خبيرة التنمية البشرية ومساعد تدريب الخبيرة العالمية دكتور إبراهيم الفئي رحمه الله اعتقد ان هي كلام كله كان كافي عن هذه الشخصات المتبئزة جدا وارجع اقول تاني ان عندنا يمكن مشكلة وحتفضل المشكلة دي موجودة يا ريت نتبقاش موجودة يعني ان احنا بنفتكر الناس او بنكرمهم بعد ما بيرحلوا اعتقد ان حان الوقت ان احنا نبطل نعمل الحكاية نروح لفاصل ونرجع تاني نهاركو سعيد خليكم معنا